ازايكم يا اصدقائي؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع الفرق بين الاديان السماوية والاديان الوضعية وقبل ما نتكلم عنها احب اوضح ان احنا بنحترم كل البشر مهما كان دينه او لونه او عرقه لان الانسان بشخصيته واحترامه لنفسه واحترامه للاخرين اللي عايشين حواليه وعايش جنبهم مهما كان دينه لان احنا كدين الاسلام بيبقى دين تسامح وهو اساس العلاقة في التعامل مع المسالمين غير المسلمين وده اللي كان بيعمله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما تعامل الرسول مع اهل الديانات التانية لما دخل المدينة المنورة كان بياخد الاخل من يهودي وبيرهن درعه عنده وعمل معهم معاهدات وما جبرش اي انسان ان هو يدخل الاسلام غصبا عنه الاسلام بيحمي حرية الاعتقاد والمعتقدات فالكل واحد لدينه ومذهبه وعلينا ان احنا نحترمه زي ما هما يحترمونا وضحت الكلام ده عشان محدش من اي دين تاني هنتكلم عنه في الفيديو ده او الفيديوهات الجاية يفتكر ان احنا بنهاجم دينه او اننا متعصبين بالعكس احنا بنوضح للمسلمين وغير المسلمين ايه هي الديانات التانية وتاريخها وعقائدها ويلا بينا نبدأ سلسلة الديانات الاديان اما سماوية نزلت على الانبياء والرسل من عند ربنا سبحانه وتعالى او وضعية وضح البشر بنفسهم الفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي ان الدين الوضعي هو اللي بيكون من وضع البشر نفسهم هو عبارة عن مجموعة من المبادئ والقوانين العامة حطها الناس المثقفين في كل دين من دول وعلماءهم للامم بتاعتهم عشان يمشوا عليها ويعملوا بيها والامثلة على الدين الوضعي كتير منها الديانة البرهمية في الهند والديانة البوزية في الهند برضو وفي شرق اسيا ومنها ديانة قدماء المصريين والديانة الفرسية القديمة وغيرها اما الدين السماوي هو تعاليم الهية من وحي ربنا سبحانه وتعالى وارشادات سماوية من ربنا سبحانه وتعالى للعباد واتباحهم وبيحتاجوا ايه عشان يصلحوا حالهم في الدنيا والاخرى هي مجموعة من التعليم والاوامر والنواهي اللي بيجي بيها رسول من عند ربنا سبحانه وتعالى وفي مقدمتها الايمان بربنا الخالق واحد انه لا شريكة له في ملكه ولازم العبادة كلها والخضوة ليه هو الوحده والايمان بيوم الايامة والحساب والجزاء والسواب والجنة والنار والعذاب الاليم زي الديانة اليهودية الاصلية طبعا مش المتحرفة نزدت على سيدنا موسى عليه السلام والديانة المسيحية نزل بها السيد المسيح عليه السلام والدين الاسلامي اللي جيبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وكان دين الاسلام هو خاتم الرسالات السماوية فما فيش اي وحي نزل بعد نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة السلام ولا دين بعد الاسلام النهاردة هنتكلم عن اقدم الديانات الوضعية وهي الديانة الهندوسية هجيب لكم الموضوع من الاول كده عشان نبقى فاهمين حاجات كتير موجودة في الهندوسية محدش تكلم عن سببها عشان كده قلت هجيب لكم التاريخ من اوله عشان يبقى معروف الاسباب اللي موجودة في الديانة دي سكان الهند اصولهم متقسمين لثلاث عناصر العنصر التوراني والعنصر الدرافيدي والعنصر الاري التورانيون هم سكان البلد الاصليين كانوا مميزين انه هما قصيارين قصيارين القامة يعني والوانهم الغمقة اللي هي البنيات والصمار وكانوا ناس راقية جدا وبالزاد في الفن المعماري والشؤون الزراعية الدرافيديون دول وصلوا من شبه الجزيرة الهندية قبل الميلاد بحوالي 3000 سنة اما الاريون كان لونهم ابيض ووصلوا للهند من شمال اوروبا من على ضفاف الدنوب الازرق وكانوا مميزين بطول القامة بتاعتهم وبيب بشرتهم وانقسموا النصين نص من القبائل الارية استقر في بلاد فارس وسموها ايران النص التاني اتجه لجبال الهيمالايا واقتحموا الهند من بابها الغربي وكان الاريون اول حياتهم لما دخلوا الهند مهتمين بتربية المواشي فقط بعد كده تحولوا للزراعة وسيطروا على التورانيين اللي هم ولاد البلد الاصليين وبقوا شايفين نفسهم عليهم وبيتعالوا عليهم وده اللي استمر لغاية ما عملوا الدين الهندوسي وتبنت عقدة الدين الهندوسي على اساس التمييز الطبقي ده الاريون كان ليهم اثر قوي جدا على الهند فاخدوا نسب اجسامهم واشكال وجوههم وعن الاريين اخدوا اللغة والدين والقوانين والطباعة التماذج اللي حصل بين الاريين والطوريين ده ما حصلش مرة واحدة بالعكس اخذ فترة فويلة جدا لغاية ما اندمجوا مع بعض وبقوا شبه بعض ولما بدأت العقيدة الهندوسية بدأت بالتمييز الطبقي وتبقى الافضلية للاريون وهنتكلم عن الطبقات دي بعد شوية الهندوسية او الهندوكية وبتتسمى كمان البراهيمية وده نسبة للاله المقتنعين به براهاما وهي الديانة المعروفة في الهند وفي النبال وموريشيوس وبالي في اندونيسيا وكمان في اعداد كبيرة جدا من المجتمعات الهندوسية في بلاد تانية واحد اصول الهندوسية المباشرة هي ديانة فيدة تاريخية كلمة هندو هي كلمة فارسية الاصل كانت الكلمة دي بيقولوها عليها الفرص لما بيقولوا يعني الناس اللي سكنه ورى نهر السند في الجزء الشمالي الغربي من القرى الهندية والهندوسية باللغة الهندية فرنا شرم معناها النظام الاجتماعي كتابهم المقدس هو الويدا مفيش اي حد هو اللي نقدر عليه انه هو نقول انه هو مؤسس للهندوسية عشان نرجع للمصادر بتاعت التعليم والاحكام بتاعت الديانة دي والهندوسية اسلوب في الحياة ومجموعة من العقائد والمعتقدات تاريخها بيوضح المعتقدات والفرائد والسنن وملهاش صيغة محددة المعالم واذا كانت الهندوسية ملهاش مؤسس معين فالويدا كمان الكتاب المقدس بتاحهم هو مجموعة من العقائد والعادات والقوانين وبرضو ملهاش حد معين هو اللي كتبه واضح في التاريخ بيعتقد الهندوس ان كتاب ويدا ازلي ملوش بداية والبحثين من الغربيين والمحققون من الهندوس بيقولوا انه نشأ في كورون عديدة متولية متقلش عن 20 قرن قبل الميلاد وانشأوا اجيال من الشعراء والزعماء الدينيين والحكماء بتحهم مع تطورات الظروف وتطورات وتقلبات الوضع العام في الحياة العامة للهنود وللهندوس وكتاب الويدا ليه قيمة تاريخية كبيرة وهو كتاب الادب الديني بتاحهم بيتكلم عن حياة الاريين في عهدهم القديم ومكرهم الجديد اللي هو بقى في الهند وفيه اخبار حملهم وترحلهم ودنهم وسياستهم وحضارتهم وثقافتهم معيشتهم مساكنهم ملابسهم اكلهم شربهم المهم بتاعتهم والحرف بتاعتهم وبتشوف فيه الحياة الراقية للحياة العقلية من سزاجة تفكير البدو اللي هما يعني بيتكلموا عن اهل الهند الادام لتفكير الفلاسفة والعبقرة اللي هما الاريين والويدات عبارة عن اربع كتب دينية هي الريجويدة وهو اشهر الاربع كتب واهمها وشامل كامل وحيظهر فيه مقارنة بموضوعات الويدة التلاتة التانية ويقال ان تأليف الريجويدة يرجع لتلات تلاف سنة قبل الميلاد وفيه الف وسبعتاشر ناشيد ديني اتحطوا عشان يبقوا اساسهم قدام الاليهة واشهر الاليهة اللي اتورط ذكرها هو الاله اندرا اله الاليه بتاحهم وبعد كده بيجي الاله اغنى اله النار وراعي الاسرة وبعد كده الاله فارونا وبعد كده الاله سوريا الشمس وغيرهم من الاليهة والغاية دلوقتي الهنود بيغنوا الاناشيد دي بتاعت الريجويدة وبيقولوها في صلواتهم في الصبح والمساء وبيحبوا جدا يغنوها في حفلات جوازهم زي ما كانوا بيعملوا من 3000 قبل الميلاد لغاية وقتنا دا التاني الكتاب التاني هو ياجور ويدة وده بيشمل العبادات النسرية اللي بيقولها الرهبان اللي هو الراهب بتاعهم لما بيجي قدم القربان اما الرابع هو اثار ويدة وبيشمل السحر زي الحياة الهندية القديمة لان الحياة الهندية زي ما صورها كتاب فيدة مليانة بالزنوب والكون مليان بالشياطين تاريخ الهندسية الطويل خلاها تملك اكتر من 26 كتاب جميحة مقدسة وعدد يصعب حصره من اله في اله واحد ولكنهم في النهاية اتفقوا على ثلاثة بس والغاية دلوقتي الابرز فيهم هو فكرة التوحيد اللي جاية من الشعور بضرورة اله قوي وعظيم وإله واحد بس سبقها فكرة التسليس الالهي اللي جمع الكهنة الهنود الهاتهم كلها في اله واحد ودوه كل الصفات الكبيرة وحصروها ان هو هيخرج العالم من اي مشاكل ويبقى الوحيد وخلوه ان هو يقدر يهيمن على العالم ويحفظهم من الهلاك عشان كده اهتم الكهنة بتلت صفات في الاله بتاحهم وهي الوجود والحفظ والتدمير واطلقوا على الههم ده تلت اسامي هو البرهمة اللي هو اكتر حاجة مشهورة في الكلمة بتاعته وده يعني وجود الخالق للعالم وهو فشنه من حيث هو حافظ للعالم وموجوداته والاسم التالت ليه هو شيفة المهلك والمدرمر للعالم واللي فيه ورغم تعدد الافكار والمذاهب الهندوسية الى ان الهندوس بيتفقوا على تقديس البقرة وهي اله الخصب والتقسيم الطبقي وتناسخ الارواح والثالوث المقدس وقوانين القرمة او الجزاء والعقاب عطفا على الحياة اللي فاتت بيتميز المجتمع في الهند الهندوسي يعني انه قايم على الطبقية في كل نواحي الحياة من اديم الازل من ايام الاريون الطبقية هي اللي بتحدد اللي يكلوه والقرارات الاساسية زي الجواز وامتلاك المنازل وبينقسم النظام الطبقي في الهندوسية لاربع طبقات رئيسية هي البرهمة وكاشترية وفايشية والشدرة على الترتيب بالزبط وبتتربع طبقة البرهمة هي الطبقة اللي بتضم اعظم الناس فيهم وبيقولوا او بيعتقدوا ان هم تولدوا من راس الاله على قمة الهرم الطبقي برهمة بعد كده بتجي طبقة الكاشترية وهي اللي بتمثل المحاربين والحكام والاداريين واللي بيعتقدوا ان هم تولدوا من دراع الاله بعد كده طبقة الفايشية وهم التجار والمزارعين اللي جم من فغد الاله بينما تتربع طبقة الشدرة في في ادنى السلم الطبقي للاله وهو اللي جاء من رجل الاله برهمة وبتمثل العمال والخدم وبتنقسم كل طبقة رئيسية بدورها لحوالي 3000 طبقة تانية و25 طبقة فرعية تانية حسب المهن بتاعتهم وفي الوقت اللي بينتمي فيه معظم ملياردرات الهند لطبقة فيشية اللي هي الطبقة التالتة بتفضل البرهمة اللي هي الطبقة الاولى في السيطرة على المناصب العالية في القضاء وفي اقطاع التكنولوجيا طبقة البرهمة هي الاكثر نبالة وقداسة وبيتدعوا ان فيهم عنصر الهي لدرجة ان ما فيش حد من الملوك يقدر يقتلهم ولا يحاكمهم ولا ياخد معهم حق ولا باطل يعني بالمعنى العام وتاني طبقة نبيلة عندهم هي طبقة الكاشتير ودول هما النبلاء وقادة الجيوش وبيتدعوا انهم خلقوا من دراع الاله كل اللي انا بقوله ده موضح في كتاب منيس ميرتي اللي هو موسط جدا عن القانون الهندوسي ومعروف جدا عندهم وتاريخه يعني جاي من الف سنة قبل مولد المسيح يعني الف سنة قبل الميلاد وده اعترافه تبرير واضح للنظام الطبقية بصفة عامة ان هي اساس للمجتمع الهندوسي من اهم الشعائر الدينية عندهم ان بيحضروا التمثال ويخلوه نضيف جدا وجميل ويحطوه في المعبد ويعبدوه كأنه حي وبيسمع وفهمهم بيدهنوه باحسن الزيوت وبيعتبروه اله جديد جاي المعبد اول مرة بيعملوه احتفالات واستقبال كأنه ضيف عظيم وبيخصلوه باحسن العطور وبيلبسوه احسن تياب وبيزينوه بالجواهر وباللقلق وبيضع قدامه احسن الاكل والشرب وبيحط حوالينه الورد والريحان وبالطوف الجماعة منحنية ضارعة يعني بيسجدوله على انغام الموسيقى وضخان البخور وصوت الغناء بعض الهنود بيشوفوا ان التمثال ده هو الاله والبعض الهنود التانيين بيشوفوا التمثال ده ان هو رمز للاله يعني فأي واحد عاوز طلب بيروح يخسل نفسه كويس جدا وبيلبس كويس وبيقلل من الطعام يعني ما بيكلش او يصوم وبيقعد قدام الاله جلسة خاصة وبيشاوله بصبعه في خضوع وبيحبس انفاسه على قد ما يقدر وبيفضل الصلاة دي بيكررها ثلاث مرات في اليوم وبيبقى معها قربان يعني بيقدم له اي نوع من الهدايا وما بيطولش في العادة الا اللي هو عاوزين حاجات كتير جدا يطلبوها منه فبيقدموا هدايا اكبر وصلواتهم بتطول والاحتفالات والصلوات اليومية دي ممكن بيعملوها في البيوت لان ما فيش بيت عند هندوسي مفهوش حاجة بيعبدها وبيحط صورتها في البيت او التمثال بتاعها او في المعبد او في الخلق يعني في الصحرة وبيعبدوا يعبدوا ساعة او شوية ساعات يعني وفي نوع تاني عند دخول مواسم الزراعة او فيضانات الانهار او المطر بيعبدوا الحاجات دي برضو كل واحد حسب الحاجة اللي هو مقتنع بيها يعني الدين مفتوح ليهم زي ما بنسميه كده في العربي المولد كده مش هنتكلم تاني عن الالهة بتاعتهم لان اتكلمنا عليها كتير وهو مجتمع مفتوح جدا وفي حاجات كتير جدا بس هنتكلم عن المنبوزين لان في قسم في الهند وهم بيسموه المنبوزين ودول بيكونوا مش محسوبين على المجتمع مش محسوبين عليهم ولا تبعين لأي حاجة ولكن بيعتبروهم هندوز وليهم عقائدهم وليهم سياستهم وليهم يعني الرؤساء بتحهم ودول بيكونوا من السكان الاصليين للهند ومعروفين ومعروفين باسم زنوج الهند المجتمع حرمهم من حقوق الإنسان ونزل بمستوياتهم مستوى سيء جدا وبيعملوهم معاملة سيئة جدا وما لهمش أي حقوق وعايشين حياة بدائية ودنهم بيسمون هما يعني الأليهة بتاعتهم حتى الأليهة اللي هما بيعبدوها مش مقتنعين بيها الطبقات العالية في الديانة الهندوسية والغاية دلوقتي بيعاني المنبوزين دول وبيشغلوهم في الحرف الحقيرة أو يعني مفيش حرفة حقيرة طبعا الحرف اللي هي أبسط حرف وما بيدخلهم ش يتعلموا إلا أليل جدا منهم والرؤساء بتاع المنبوزين في آخر فترة آخر عشر سنين هددوا إنه هما هيغيروا دينهم ويسيبوا الهندوسية عشان كده الحكومة بدأت تعمل لهم شوية حقوق وتعاملهم معاملة كويسة شوية ولكن طبعا مش نفس الحقوق التانية استغل المسيحيين في الهند وبدأوا يدخلوا بين جماعات المنبوزين دول عشان يدخلوهم المسيحية والمسلمين كمان ولكن جهدهم كانت قليلة بسبب المشاكل اللي بين الهندوس والمسلمين في الهند والغاية دلوقتي المعارك مستمرة في الموضوع ده والمنبوزين ما دخلوش في الطبقات الاربعة اللي حددها المجتمع الهندي اللي هم البرهمة والجنود والطجار والصناع وحتى الخدم والعبيد كانت في فئة الرابعة من المجتمع الهندي والمنبوزين ما دخلوش معاهم خالص ولا ليهم اي لازمة في الحياة الهندية لان التقسيمة بتاعتهم قسموها ان القسم الاول اللي هم قسم البرهمة ودول اللي هم اهل العلم والعلماء والقسم التاني هو في الحكم والسلطان واعمال الحرب وبيتكون من الكشتيريا القسم التالت اللي هم الاغنياء بتوحهم بيكونوا تجار ومسؤولين عن الزراعة اللي هو الوشية اما القسم الرابع اللي هم بيسموهم ان هم تخلقوا اغبياء وما يصلحوش الا للمهن والخدم والمهن اللي هي البسيطة وبتتكون منهم طبقة الشدرة واما المنبوزين ما لهمش اي حاجة ولا ليهم دور في الحياة الهندية زي ما قلنا قبل كذا اخذوا الهندوس رياضة اليوجا ان هي تعتبر من العبادات اللي الانسان بيسترخى فيها قدام العباد وده موجود في المخططات بتاعتهم القديمة اللي من قبل الميلاد واصل عدد الهندوس على مستوى العالم مليار و350 مليون فرد وده بيمثل من 15 ل 16 في المية من عدد سكان العالم وتعتبر اكبر تالت جالية يعني اكبر تالت ديانة من عدد السكان على مستوى العالم وهما ليهم احترامهم وليهم طبعا حرية شخصية في اللي هما بيمثلوه لان هما عدد ضخم ما فيش حد يقدر ينكر وجودهم على مستوى العالم وبكده تنتهي حلقة النهاردة عن الديانة الهندوسية والحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الديانة المسيحية السلام عليكم اشتركوا في القناة